يقوم مكتب خدمة المواطنين التابعة لمحافظة شمال سيناء بمستشفى العريش العام بتقديم كافة الخدمات الإنسانية للجرحة والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم منذ أكثر من ستة أشهر المزيد يطلعن عليه مراسل التليفزيون المصري محمد عبدالصبور مشاهدين الكرام زملائي في الستوديو على مدار ستة أشهر منذ بداية الأزمة ومركز خدمة المواطنين التابعة لمحافظة شمال سيناء والكائن بمستشفى العريش العام يواصل تقديم خدماته الإنسانية على مدار الساعة فيما يتعلق بالجرحة والمصابين الفلسطينيين وأيضا مرافقيهم سواء خلال شهر رمضان المبارك بتقديم وجبات الإفطار والصحور التزاجة وتقديم كافة المستلزمات المعيشية والحياتية للجرحة والمصابين ومرافقيهم مرورا أيضا بهذه المستلزمات الطبية من الكراسي المتحركة والمشايات وغيرها وهم في وقع الأمر في استضافة هذا المركز دائما يستضيف الجرحة والمصابين ومرافقيهم الذين يترددون دائما على المستشفى لتلقي الخدمة ووقع الأمر يجدوا كل الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم من مأكل ومشرب وملبس وطعام وكل ما يلزم لهم من خدمات على مدار الساعة أيضا ما يقدمه مركز خدمة المواطنين ينسحب على العديد من المراكز الأخرى التي تقدم من خلال محافظة شمال سيناء سواء في مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى نخل أو أيضا مستشفى بير العبد وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام للجرحة والمصابين الفلسطينيين على مدار الساعة يمكن بالتزاوم أيضا مع هذه الخدمات التي تقدم من خلال مركز خدمة المواطنين أو مكتب خدمة المواطنين هناك أيضا وجبات الإفطار والسحور يوميا التي تذهب لقطاع غزة من خلال الهلال أحمر المصري والذي يقوم بتجهيز وإعداد ما يقرب من ثلاثين ألف وجبة إفطار وأيضا ما يقرب من اثنين واربعين ألف وجبة سحور يتم تسليمها في تمام الثالثة عصرا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تميدا على إرسالها إلى أهالي قطاع غزة كل طبعا هذا بالتزاوم مع استقبال مطار العريش لعدد من الطائرات وأيضا استقبال ميناء العريش لعدد من السفن المحملة بمختلف المساعدات وأيضا عمليات الإنزال الجو المستمرة لمنطقة شمال قطاع غزة تحديدا حيث يتعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة